مرحبا اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الاقراب راح تحدث فيها عن الاحوال العاطفية لكل الشهرية و راح تحدث كذلك حتى عن الاحوال العامة راح اقشرك كذلك حتى العزيب راح نشوف شو بيخبئ لون شهر يونيو و ما تنسوا انه هاده القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع و في امكانية انه تكون قراءة عكسية و خاصة اذا تحدثنا عن الجانب العاطفي اوكي عم شوفك يا برج الاقراب تهدف الى بدء بداية جديدة او علاقة حب جديدة بس عم شوفك كأنه انت مشوش الفكر و خايف او عم تقارن الحب القديم بالحب الجديد او عندك اختيارات و ما عم تعرف كيف تختار باينها اوكي عم شوفك يعني واقف محتار اي قرار تتخذ بحيتك ممكن ما تكون علاقة فيه ممكن تكون حتى شراكة عمل يكون مشروع يكون شغل اي شيء ممكن انت عم تفكر فيه بنسبه للشريك عم شوفه معتزل اما عم يحكي معك ممكن عم شوفه هاذا الانسان هو الصلمين تبعك هو يتوقم الشوء الى تبعك توقم الروح النقل المطابق الي اليك او نسخة التي يتِكملك بس عمشوفو هاد الانسان مجروح او يعني تعبين جدا عمشوفو عازل حالو عن كل الناس عن كل المجتمع عنك كذلك ممكن تكونوا مبتعدين عن بعض عمشوف كذلك على انه عازل حالو عن كل المجتمع مش فقط انت العالم عمشوف كذلك على انه وارد جدا بهات القراءة انه انتو مبتعدين عن بعض لانه عمشوفو عم يتذكرك وكأنه انتو قضيتوا وقت كتير طويل مع بعض او قضيتوا اوقات حلوة جميلة جدا وانتو مع بعض عمشوف كذلك حتى انه انت غايل بقلبك تجاه هذا الانسان كذلك بس عمشوفو كأنه صرت كذلك حتى انتو تبتعد او ممكن نشكل لك هاد الانسان مشاكل او عمل لك مشاكل بالعائلة فصرت تبتعد اكتر عمشوف كذلك حتى انت من زوي ومو بتعد عن هاد الشخص بس ممكن انت تتعامل مع برج العذراء او تتعامل مع برج الدلو كذلك عمشوف برج الاثثار او الميزين الجوزاء كذلك عمشوفو هاد الانسان كذلك يتمنى رجوعك او يتمنى تهيير شيء او يحصل شيء بحياته لانه هاد الانسان حياته شوي موتري او مكركبي ما عارف شوي يعمل او اي قرار يتخذ او اي طريق يسلك ممكن هاد الانسان حيران جدا عنده اشياء مو بس انت اللي مسببها يعني الحيات عامة ممكن انت شايل بقلو اكتجاه هاد الانسان لانه بتعد من غير ما يفسر ولا كلمة اذا ممكن حاول انه يجي عندك يا برج العقرب ممكن عمشوف ردة فعلك حتكون ردة فعل صعبة ممكن تنفجر بوجه هاد الانسان ممكن تحكيله كلام قاسي جدا عمشوفك شخص ممكن تقوله كلام جارح جدا يبتعد بتعاد اخر له هيك عمشوف منزوي منعزل ممكن متخوف من ردة فعلك عمشوف كذلك حتى هو يريد يرغب في الرعا او في بداية جديدة اوكي يريد صلحة يريد تغيير الامور بس ممكن بيعرف انه انت شخصية صعبة منك شخصية سهلة انه يتعامل معه اوكي عمشوفه كذلك على انه ام هو رح يعمل خطوة اوكي بس الخطوة رح تجي متأخرة ما رح تجي بالوقت اللي انت هذا مثلا مشهرجون عمشوف الامور تتأخر او رح تعمل يعني متأخر جدا عمشوف انه اه نهاية العلاقة رح تكون بشكل اه سعيد يعني عمشوف على انه اه هو يحمل حب كتير كاوي اتجاهك وعمشوفه اه يعمل خطوة بس رح تتأخر هذه الخطوة ما رح تفكر انه اه العلاقة اه رح تكون بشكل رجوع جيدة اوكي عمشوف على انه هذا الانسان يدرك انه مذنب يعني يشعر لانه هو المذنب بهذه العلاقة ويدرك ذلك بس ممكن اه ما قادر يعني يفسح عن ذلك او يعمل خطوة اليك اه ممكن كذلك عمشوف على انه عنده مشاكل بما تتعلق بالمال او بالعمال ما بيخليك كذلك تكون راكز للدهن عمشوف اه عمشوفها كذلك على انه ممكن تكون عندك فرصة اه فرصة حب جديدة او ممكن يعاد صياغة هذه العلاقة بشكل جديد اه ممكن تكون اه تبدأوا العلاقة بس بشكل اخر ما رح تكون نفس المشاكل اه رح ممكن تتكلموا اللي انا عمشوفي كومنيكيشن بس هاد الكلام او هاده الرسائل ستتأخر يا برج العقرب ما رح يكون في تواصل بالوقت الحالي اه في رغبة وفي نية انه تتكلموا مع بعض وخاصة هو عمشوف في رغبة بس انت عمشوفك يعني الشايل بقلبك تجاه هذا الانسان وموت متوتر اكتر وممكن بتعد من غير ما يفسر لحيك انت عمشوفك كتير شايل بقلبك تجاه هذا الشخص بس عماطن الطاقة جيد جدا حاول اذا هو انسان مثلا طيب وانسان عنده خلق بس ما اعتزل من غير ما يحكي لك حاول انه تلتمس له العذر لانه عمشوفه يظهر بانه فيه مشاكل تتعلق بالمال والعمل وعمشوف انا انه يحس انه هو مذنب يشعر بذلك يكفيه هذا التأنيف الضمير الذي يعيشوه برج العقرب عمشوف كذلك حتى لازي برج العقرب عمشوف في حب جديد تطلع كمان في عمشوف حتى هاي بتعني الزاويج بتعني الارتباط ممكن يكون في ارتباط جديد بحية برج العقرب ممكن يكون حتى كذلك من البرج العقرب عمشوفه شخص مشهور او شخص شخص مشع شخص معروف شخص يجلو بالعين كتير شخص بحبوه الناس عمشوفه كذلك شخصية ناجحة جدا ممكن يشتغل بكل ما يتعلق بالحكومة او بالدولة يشتغل مثلا بالقطاعات العسكرية وبقطاع الامن عمشوفه كذلك ممكن يشتغل بالتعليم هذا الانسان ممكن يطلب ايدك او ممكن حتى يريد الزاويج منك للبعض ممكن يكون تقدم او يتقدم هذا الانسان او يطلب ايدك يعنو عمشوفه شايل كاس الحب او كاس الماء لا يتحدث معك عمشوفه كذلك انسان اللبق الكلام انسان بيعرف كيف يتحدث عمشوفه يعمل خطوة مشان انه يكون معك هيدا بالنسبة للناس العذاب اما بالنسبة للحياة العامية برش الاقرب عمشوفه في بداية جديدة تتعلق بكسب اموال هذي الاموال ممكن تأتي من مبادرات ممكن تعمل اشياء تخص المساعدات الانسانية او ممكن تتجه يا برج العقرب الى المساعدات الانسانية او ممكن تكون يعني تشتغل بجمعية بمساعدة الناس عمشوف كذلك ممكن عندك راغبة انه تبني بيت او تتزوج كذلك عمشوف على انه عمشوفك يعني ممكن يكون عندك بهذا الشهر عزومات او ممكن انت يكون عندك ضيوف بالبيت عمشوفك تحتم لكل ما هو يتعلق بالاستقرار العاطفي والروحاني عمشوف كذلك حتى يا برج العقرب ممكن في قضية بالمحكمة عمشوفها يعني ممكن تربحها اذا كان عندك مشاكل تتعلق بالنوم يا برج العقرب فامشوفك بهذا الشهر ممكن شوي عندك خلافات مع الناس عندك خلافات مع ربك بالعمل ممكن انت تلجأ الى عمل مشروع والابتعاد عن العمال بشركة او عند شخصك ممكن ما تلاقح عليك تلاقي مشاكل معه وتلتجأ الى عمل مشروع خاص عمشوف في قعبة كتيرة ممكن تكون على عاطقك يا برج العقرب وخاصة بالعمل عمشوف ما عندك استقرار بتحس حالك انه منك مستقر لهيك عم تلتجأ الى كل ما هو روحانيات وكل ما هو صدقات وجمعيات والاهداء للناس عشان يحصل هذا الاستقرار بحياتك عمشوف كذلك نجاح بقضية تتعلق بالمحكمة عمشوف كذلك عندك ارق بس عمشوف عامة الطاقية تتجأ حول الانعزال يا برج العقرب عمشوف كذلك عندك هدف وعمشوفك مسكر ابويب كتير على ناس ما بيستحقوا خاصة الناس المتطفلين اللي عم تتعلم اللي عم تاخد الاخبار وعم تجيبه اوكي عمشوفك هم مقفل ابويب تجاه هاد الناس ما عم تعطيه او ما عم تسمح له انه تدخل بحياتك كذلك عمشوف على انه ممكن في شخص خبيط كما قلت يتدخل بحياتك حاول انه تسكر الابواب عليه ما تحاول انه تفتح الابواب ابدا عمشوف كمان انه الصحة جيدة بس انتبه للنوم للعيون كذلك انتبه لفمك لاصنانك حاول تصير انك كتير منيح انتبه لكل ما يدخل للفم من اكل ما تأكل اي شي عشان ممكن يسبب لك مشاكل بالمعدة ممكن كطاقات عمشوف برج الدلو عمشوف برج الحمل برج الجوزاء عمشوف ابراج هواية كذلك حتى عمشوف برج الثور عمشوف ابراج ترابية هواية ومائية ممكن عمشوف على انه عمشوفك بالوقت الحالي طاقتك كتير زعلين كتير منكسر كأنه في شي ضعله اليك كأنه في الطاقة سلبية عم تعيشها يا صاحب هذه القراءة عمشوفك مكتئب بحالة نفسية صعبة ممكن كذلك ال 5 of pentacles تعني الجفاف الفقر العاطفي الاحاسيس الجافة يعني انت كل هذا الاحاسيس عم تشارع بالوقت الحالي عندك كتير نظرة سلبية حتى للحياة بالوقت الحالي عمشوفك كتير من الامور سلبية بحياتك وكأنه شخص الي كنت عم تحبه خانك او غدرك او راح عنك يعني في كتير من الخسارات بهذه الطاقة عمشوف كذلك على انه حتى مشاعرك فيه نوع من الخسران انت عم تحس حالك خسرت العلاقة خسرت دايما هذه العلاقة ممكن شخص الاخر اللي انت معه مبتعد عنك ما بيحكي معك يعني مبتعد بنسبة كبيرة وحتى ما بيتكلم ممكن حتى انا عمشوف هذا الانسان بالوقت الحالي يعني سعيد جداً وكأنه ما عنده هذه المشاكل اللي عم تعيشها يا صاحب هذه القراءة عمشوفه كتير سعيد عمشوفه فرحان عم يحقيق احلامه عم يهدف لتحقيق احلامه ما عنده هذه الكآب اللي عم تعيش فيه ابداً اوكي عمشوف كدالك حتى انه ممكن غاوي علاقات بده يدخل بعلاقات جديدة بده يكتشف الحياة لهيك عمشوفه سعيد وعم يحقيق احلامه بس انت عم تحس بتعب نفسي كتير كبير اوكي هذا الانسان كدالك يعشق اذا كان الرجل يعشق النساء هو يعشق يعني النساء الجميلات المبتلئات الجسم اوكي شخص كتير يعني مادة كتير ارضي هذا الانسان بحب الفلوس بحب النجاح المادة بحب النساء الجميلات بحب كل شي ارضي بحبه اوكي ما انه شخص اذا بدك تبحث عن شخص روحاني شخص هيك حساس ليس بهذا الشخص ابداً اوكي عمشوف حتى على انه ممكن انت تأمل يعني بالمستقبل انه ترجعوا لبعض انه تحكوا مع بعض انه تصلحوا العلاقة مع بعض بس ممكن الانسان الاخر بالوقت الحالي ما انه ابدا يعني مش طارح الفكرة اصلاً بدماغه هذا الانسان بفكر وبيعيش حياته يعني هذا الانسان ما بيفكر بالماضي ولا بيرجع لثنايا الماضي بل بالعكس بيعيش المستقبل ودائماً طموح للمستقبل ممكن انت تتعامل برج الحمل اللي انا عمشوف في كتير طاقة نعرية هذا الانسان يعني ما بيعلاق بمكان معين ما بيعلاق بطاقة معينة بيقول انه هذا انتهى هذا الانسان راح من حياتي راح يعني راح اكتئب ابداً هذا الانسان لما بتنتهي علاقة وبينتهي اي شي بيبدأ شيء جديد ممكن كذلك عمشوف مشاكل بيناتكم ترقيت لانه انتو اه كتير مختلفين عن بعض ممكن تكون ديانتكم اه مختلفات ممكن تكون انت من دياني وهو من دياني اخرى ممكن كذلك حتى اللغة تختلف ممكن الجنسية ممكن حتى انه يكون هو اكبر منك او انت اصغر منه يعني فيه اختلافات في فروقات كتير كبيرة ممكن يكون مش منافس بلدك يعني عمشوف اختلافات كتير كبيرة بيناتكم اه ما عم تخلي اصلا العلاقة تكون راكزة اوكي اه مشوف كذلك على انه اه اه كتير ناس كانوا يتدخلون بهذه العلاقة عمشوف فيه قيل وقال فيه ناس عم تتكلم فيه ناس عم تتحدث اه بالظهر اه ممكن انت كشخص عمشوف على نياتك ممكن تحكي اه الاسرار اللي بالعلاقة والناس ما تتدخل الا بالشر اه ممكن عمشوف على انه